هناك ملاحظات يبديها الكثير من رجال الصحافة حول تدخل سوري في لبنان بواسطة منظمة الصائقة التي تدعمها سوريا ما هو مدى هذا الكلام من الصحة؟ أولاً السورية لا تدعم منظمة الصائقة وحدها بل تدعم جميع فصائل حركة المقاومة ربما باستثناء بعض الفصائل الصغيرة التي لها مواقف عدائية من سوريا وليس لعلاقتها بالوضع اللبناني ثانياً منظمة الصائقة في لبنان ليس بين صفوفها وأفرادها من هو قادم من خارج لبنان وهي بالتالي جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية بصورة عامة وفي لبنان جزء من حركة الفلسطينيين المقيمين في لبنان الذين يتمتعون بالدعم السياسي والمادي السوري بلا حدود السورية تدعم الفلسطينيين ليس في لبنان فقط وإنما في جميع المناطق حتى لدرجة أن الرئيس حافظ الأسد أعلن استعداد سوريا لتطوير هذا الدعم إلى مستوى أنه يقبل بإقامة وحدة كاملة مع منظمة التحرير الفلسطينية وهذا يعني التزاماً سورياً كاملاً من الناحية السياسية والعسكرية بمتابعة دعم قضية فلسطين ونظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة للدفاع عن نفسها في وجه كل من يحاول أن يضربها أو أن يصرف من ناحية الثالثة لم تبادر لا منظمة الصاعقة ولا أي منظمة فدائية إلى تفجير الرضع في لبنان حتى يمكن أن يقال بأن سوريا حرضت على ذلك بل بالعكس الذين فجروا الرضع في لبنان هم خصوم سوريا السياسيين تقليدياً في هذا البلد وسوريا لم يكن لها من دور منذ بداية الأزمة حتى الآن إلا محاولة مساعدة جميع الأطراف في لبنان على الخروج من هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبأقل ما يمكن من الثمار ترجمة نانسي قنقر